وروسيا نجد مثلا بأنه فيما تعلق بالمبيعات العقارية داخل الدولة التركية المشترون الروس هم من يتصدرون في هذه الفترة وتراجع العراقيون للمركز الثاني بعد أن تصدروا على فترات طويلة للغاية نسبة المبيعات العقارية إذن من الواضح بأن تركيا أيضا تفتح أبوابها لرجال الأعمال الروس الذين يعانون من عقوبات غربية كبيرة للغاية نفس المسألة حتى بالنسبة لمدينة دبي ولدولة الإمارات كان هناك حديث كبير في الإعلام العالمي بأن رجال الأعمال الروسية تجهون إما إلى دبي أو إلى إسطنبول في هذه المرحلة حتى أن المملكة المتحدة البريطانية ذكرت بأن هناك طلبات كبيرة للغاية من أسرياء الدولة الروسية من أجل القدوم إليها وهو ما يعني بأن لديهم تخوفات كبيرة من مصار هذه الحرب وأنهم يتمنون أن تنتهي سريعا حتى رئيس الروسي فلاديمير بوتين عشرة صحافة الغربية إلى أنه يتمنى أن يحقق نصر سريع وسريع من أجل أن يحقق كافة الأهداف قبل أن تتفاقم هذه المسألة خاصة أن بعض من القبراء يشيرون إلى أن طول أمد الحرب يحقق استنزافا قويا للجيش الروسي ولمقدرات الدولة الروسية وهو ما ينعكس بالسلب أيضا على الاقتصاد الروسي الذي وإن بدأ متماسكا في هذه المرحلة الهامة والخطيرة لكن على مدار السنوات المقبلة إذا ما امتدت حالة الصراع تلك بلا شك سيكون هناك تأثيرات سلبية للغاية على الدولة الروسية وعلى موسكو بالتحديد بالنظر أيضا للارتفاع الكبير في أسعار الطاقة فأعتقد بأنه بمعدلات التضخم المرتفعة تلك تؤثر بشكل كبير للغاية على العالم أجمع حتى هناك تخوفات لدى الولايات المتحدة الأمريكية من أن يكون هناك حالة من الغضب الشعبي خاصة في الارتفاع الكبير لأسعار المواد البترولية وهو ما رصدناه حتى في فيديوهات خرجت للعلن على السوشيا الميديا لبعض من المواطنين الأمريكيين يتحدثون عن أنه في حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم تصل الأمور إلى هكذا ارتفاع في أسعار الطاقة لذلك هناك محاولات كبيرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل أن تتلاءم بعض من الاستراتيجيات والسياسات داخل منظمة أوبك مع الصراع الجاري بين كل من روسيا وأوكرانيا وأن يتم زيادة معدلات الإنتاج بالنسبة للمواد البترولية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر